تسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد رسالة خطية من أخيه صاحب السمو السيد فهد بن محمود السعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان الشقيقة وقد شاد سموه بما تشهده العلاقات البحرينية العمانية من تطور وتقدم على مختلف المستويات التي عززتها الروابط الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين وما تحظى به من اهتمام ودعم من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم وأخيه صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق السعيد سلطان عمان الشقيقة حفظهما الله جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر القضيبية اليوم بحضور مع الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني سعادة السيد فيصل بن حارب بن حمد البسعيلي سفير سلطانة عمان لدى مملكة البحرين حيث أشار سموه إلى حرص مملكة البحرين المستمر على تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة والتعاون المثمر مع سلطانة عمان الشقيقة في مختلف المجالات والدفع بها نحو أفاق أرحب بما يلبي التطلعات المنشودة وقد أعرب سفير سلطانة عمان الشقيقة لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكين بجلالة الملك ولي العهد على ما يبديه سموه من حرص دائما على تعزيز العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين